اشتركوا في القناة بعدنا إلى هذا النص وبعد فهمه سنقوم بإجابتي على جميع أسئلة الفهم إضافة إلى إنجاز جزء عبر عن المشهد لكن قبل كل هذا وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناة التلمير المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد إذن بدون إطالة وعلى بركة الله لنستمع إلى هذا النص الذي عنوانه حديث عن الجراثيم قالت المعلمة خلال الدرس الجراثيم يا أبنائي كائنات صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة رغم أنها حولنا في كل مكان ثم سألت التلميذ من يعرف أين تعيش الجراثيم؟ قال سامي تعيش الجراثيم على الأوساخ وقالت هدى تعيش الجراثيم على الطعام المكشوف قال هيثم تعيش الجراثيم على سطح المستنقعات والبرك المائية الراكدة أضاف أيوب وتعيش تحت الأظافر الطويلة المتسخة قالت المعلمة رائع جدا أنتم تلاميذ أذكياء سأضيف لكم أن هناك أربعة أنواع أساسية من الجراثيم هي البكتيريا الفيروسات الفطريات التفيريات تحتاج للغذاء لتعيش مثل كل الكائنات الحية فعندما تدخل الظرة منها أجسامنا تصبح مثل اللصوص تسرق بعض العناصر الغذائية من أجسامنا ثم تعمل على تكوين السموم هذه السموم تسبب المرض كأعراض كالحمى والسعال والعطاس إن أهم نصيحة لتجنب الإصابة بالجراثيم هي اتباع قواعد النظافة لذلك علينا غسل الأيد بالماء والصبون دائما وتنظيف أجسامنا وملابسنا ومحيطنا باستمرار إذن هذا هو النص الخاص بنص المنطوق وبعد الاستماع إليه جيدا على التلميذ أن يستمع إليه لأكثر من مرة لكي يتمكن من فهمه والإجابة على كل أسئلة أستمع وأجيب وأول سؤال يقول أذكر أماكن أخرى ترى أن الجراثيم تكثر بها إذن كإجابة على هذا السؤال نقول إضافة للأوسخ والطعام المكشوف والمستنقعات فقد نجد الجراثيم أيضا في أي مكان كالحمامات والأسطح حتى في الهواء نذاب إلى السؤال الثاني والذي يقول كالتالي ما هي القواعد الصحية التي يجب أن نتبعها لتجنب خطر الجراثيم ولماذا؟ إذن سنقول من بين القواعد الصحية التي ينبغي أن نتبعها لتجنب خطر الجراثيم هي النظافة وذلك بأن ندوم على غسل أيدينا يوميا بالصبون وننظف أجسامنا وملابسنا ومحيطنا باستمرار وذلك قصد حماية ألف سنة من الجراثيم وبالتالي وقيد جسمنا من المرض ننتقل الآن إلى جزء أعبر عن المشاد لكن هذه المرة لا يوجد مشاد وبالتالي على التلميذ أن يعبر فقط كإجابة على هذا السؤال الذي يقول حدث زملائك عن خطر العيش في أماكن ملوثة وبعض السلوكات التي تؤدي إلى الاحتكاك بالجراثيم إذن كجواب عن هذا السؤال يمكن أن نقول كالتالي إن العيش في أماكن ملوثة يجعلنا معرضين لخطر الإصابة بالأمراض والتي قد تصيبنا بمشاكل صحية سواء في الجهاز التنفسي أو القلب أو حتى الجلد لذا لا بد علينا أن نتفادى كل السلوكات التي تؤدي إلى الاحتكاك بالجراثيم وأول هذه السلوكات عدم الاهتمام بنظافتنا ونظافة محيطنا بالإضافة للبقاء في أماكن متسخة كما يجب علينا أن نحاول قدر الإمكان بأن نجعل نشاطتنا التي نمارسها صديقة للبيئة لا ملوثة لها ترجمة نانسي قنقر